بسم الله الرحمن الرحيم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أخنتموهم فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء وإما فداء حتى كبع الحرب أوزارها ذلك ولو يتاء الله لن تفر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين كفلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم فيهديهم ويصلح بالهم ويرحلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقلامكم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاطبة الذين من قبلهم سمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثلا لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينك من ربه من ربه كمن دين له سوء عمله واستبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آكل وأنهار من لبن لم يتعير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسر مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو طالد في النار وسقو ماء حميما وسقو ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يتمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأسيهم بغتة إلا الساعة أن تأسيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله والتغفر بذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومسواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة مختمة فإذا أنزلت سورة مختمة وذكر فيها القسال رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المعشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صبت الله لكان خيرا لهم فهل عتيتم إن توليتم أن تفضلوا في الأرض وتفكروا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أسلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقسالها إن الذين أفدوا على أربابهم من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى السيطان صول لهم وأم لا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعهم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا يتوفدهم الملائسة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أفقط الله وترهوا رضوانه وترهوا رضوانه فيحبص أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضوانهم ولون شاءوا ريناتهم قد عرفتهم بثيماهم ولتارسنهم في لحم القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم إن الذين كفروا وفدوا عن سبيل الله وشاقوا رسول وشاقوا رسول من بعد ما تبين لهم الهدى ولن يضروا الله شيئا لن يضروا الله شيئا وفيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أخير الله وأخير الرسول وأخير الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وفدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتبعوا إلى السلم وأنتم الأعلى والله معكم والله معكم ولن يفركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لهم ولهم وإن تؤمنوا وتستطوا يؤفكم أدوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيؤفكم تبخلوا ويخرج أضغاركم فأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الأمين وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما عيركم ثم لا يكونوا أمثالكم